البت كبرت وحلوت والعرسان جايين يخبطوا على الباب راحين جايين يقولوا عايزين رايدين البت دي وكل ما يجي عريس البت تقول لي معلش يا ابو يا ما عايزهوش ده وشوية يجي تاني واحد تاني واحد تالت فجال لا انت ايه شغلانت يا بيت مش مواف جال ايه جالت له انا عايز اقول لك على حاجة في جلبي قال لها اقولي قالت له ابو يا انا ينفع يا ابو يا اعيش لربنا وبس قال له مالو تتجوزي وتعيش لربنا قالت له لا اصلاك يعني انا لو اتجوزت اخدم على جوزي واحتياجات انا عايز اعيز ابقى عروسها للمسيح وبس فقال له احنا ما عندناش الكلام ده يعني يعني تقعد ما عايزاش تتجوز يعني قالت له لا ما عايزاش قال له لا ما عندناش تتجوزي قالت له طيب خلاص اللي تقول علي يا ابو يا من غير ما اتزعى يقول انت شايف قال لها فيه فلان ما تجد وقالت له انا اختار انا اساسا مش راضية اللي تقول علي انت ابو يا اختار انت اللي تختار عليه انت انا موافجة بس ممكن اقعد معاه قال له بعض الخطوبة قال له ما قعدش معاه قبل الخطوبة قال له لا بعض الخطوبة فتمت الخطوبة وراحت تقعد معاه فقالت له يعني انا خدامتك يعني انا هنتجوز وانا خدامتك قال له نعمة تربية قالت له بس كنت عايز اسألك على حي تسمع عن حياة البتولية قال له ها دي اسمع عنها بس بالسمع قالت له يعني مينفعش نعيش قالت له لا قالها لا انا ليه اتجوز ابن عم انا لا طبعا ما فيش الكلام ده قالت له يعني قال له لازم ما فيش حاجة اسمها بتولية جواز هاي اللي بتولية ده ومن ميتجوز ليه جواز مع قف التنفيذ لا طبعا فجرت له طيب اللي يقول عليها أبويا أنه يجب أن نسمع الكلام وقد كان والإكليل تم والبت تجوز وعريسها مرضيش يعيش حيات البتولية فجرت له طيب ده أنا كنت نسمع على دكتور بيحمل تنظيم ينفعنا ديني قدامك يحمل فيه اللي أنت عايزه بس بقال ليش موضوع العيال قال له لا أنا متجوز عشان يبقى عندي عيال جرت له طيب اللي يبعثه ربنا وجابت وات ولد جابت ولد فجرت له يفرح جلبك ربنا كده فرحتنا تمام قال له لازم نخويه فجلت له ماشي اللي تقول عليه وخاو الوات جيت له كده تمام الرب الودين ونعيش في مخافة ربنا وأنا خدامتك قال له حد يوجف جدام مشيئة ربنا قالت له لا قال لها لو دينا نقبل جيت له يا أخي ما فيه تنظيم قال لها التنظيم مش علينا نحن ننظم كمان على ربنا اللي يدهولنا ربنا نقبله فجرت له اللي تقول عليه وجابت العيال التالت والرابع والخامس وجابت السادس والسابع والثامن وبيجي عندها تسع عيال عارفين مين دي الست اللي بيجي عندها تسع عيال دي اللي ما كانتش عايزة تتجاوز اللي كانت عايزة تعيش البثولية بيجيت متجاوزة وعندها كم تسع عيال بس لما نجي نقلب في العيال يطلع الوادي الأولاني القديس باسيليوس الكبير الوادي التاني القديس إغرغوريوس أسقف نيصص الوادي التالت القديس الأنبابوتروس البيت اللي عليها دور القديسة مكرينة البيت اللي عليها دور قديسة بس أنا مش عارف أجر اسمها لا هي موجودة يعني جلب ورايا وتلاقيها أنا مش عارف أحفظ اسمها صعب ده الخامسة والبجين كهلة ايه دي؟ من دي؟ ده القديسة إيميلينا قديسة إيميلينا اكتب كده على النت يا ريس كلمة إيميلينا بس تشوف العجب اللي ما كانتش عايزة تتجوز لما تحطت في بيت عاش في مخافة الله البروتاكت اللي طلع من عندها المنتج النهائي اللي سلمته البيت ده سلم إيه؟ سلم جداسة إده إنتاجية أبونا ابني دكتوره بيدرس وأخذ النيابة في الحتة الفلانية ودرس مش عارف إيه هو ده الفخر والعظمة اللي بجينا نتفخر بيها في بيوتنا على أساس إيه؟ أن يعني أسوانا صرفت أسوانا اشتغلت أنا صرفت أنا عملت أنا كنت بخليه زي أنا طلعته دكتور إيه هو ده؟ يا ترى شكل بيوتنا إيه؟ ده بيت مش دخلوا المسيح ده عاش في المسيح مش إحنا وغدين سلسلة معجزات المسيح وحياة المسيح وصفات المسيح المفوض النهاردة اليوم على إيه؟ بيوت دخلها المسيح يا ترى نجهز حالنا وبيتنا للمسيح يدخل بيتنا ونجيس النهاردة نشوف مقياس بيوتنا مقياس بيتي خد الكلام شخصي يلا يخليك لما تاخد الكلام كلام عام وتقولي راجع يابونا يوحنا 13-16 هكذا حب الله العالم كله يبقى المحبة راحت لمين؟ للعالم كله يا ترى مين فينا محتاج للتوبة؟ ما تجاوبوا علي طيب ما احنا تعودنا على بعض بقى المفروض تجاوبوني مين فينا محتاج للتوبة؟ مين محتاج غفران خطايا؟ خيبتنا تجيلا أنا اللي محتاج للتوبة أنا محتاج غفران خطايا أخذوا الكلام على حالي أنا لكن أنا قاعد في وسط الجماعة مين محتاج للتوبة؟ ها كلنا يبوني ها كلنا خطاة ولا ارحمني يا رب يسوع المسيح أنا عبدك الخاطي مش في المدانية بنقول كده؟ ما بنقولش ارحمنا احنا أخطاه يا عم بنوزع خطايا على الناس ولا ليه؟ لا يا عم ده أنا بس الخطايا أنا شر واحد على الأرض ولازم أتوب طب واللي بيسمعوا الوعظة أحسن ناس هم مجدمين توبة وبتعوا ربنا طول الوقت كده أنا نقول لحالي كده يبقى أنا اللي محتاج لتوبة خد الكلام على حالك وأنا نخده على حالي يا ترى بيتي المسيح يرضى يدخل بيتي دخل بيوت وحد منكو حلو جوي أنا شفت فيه انو حلو يعني جيت قلت له ما تساعدني واخدني زيارات 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 مش ملاحج قل لي ايه البيوت اللي دخلها ربنا وزي ما هو مجل أنا نقول لكم يبقى أنا حيالله شيال للي قل لي عليه قل المسيح يا بونا دخل بيت يوسف النجار لما الملاك بشر الست العذرة وبقي المسيح في بطنها اتخذ من جسدها جسدا وكون من جسدها جسد لنفسه فتجسد في بطن أمنا العذرة أول حضور في بيت كان بيت مين مش هي كانت أمنا العذرة دية البت الصغيرة مريم دية اللي كانت موجودة في الليكة قلوا له هطلع برية بها قلت له مني ده أنا حلوة وكويسة والملاك وبتاعت ملايكة وقلوا له لا مش انت جات لك عدة النساء وبقيت النساء اطلع برية راحت بيت مين يوسف النجار يبقى المسيح أول بيت كان موجود فيه كان بيت مين ولما جي الملاك بشرها انه اليصابات بيئة حامل فيقول ايه راحت في الجبال ومشت ودخلت بيت زكارية وشوفوا أحلى لقاء يحصل اللقاء لما يكون ميكلله الروح القدس امتلأ البيت امتلأ الجميع من ايه يا ترى البيت بتاعنا يرضى الروح القدس يكون مليه احنا مسكن للروح القدس دي حاجة احنا عارفينها حافظينها احنا مسكن للروح القدس نجي ابونا نجري في الطبور رايح فيني عم امتا رايح استنى يقول راحت اكل ربنا واشرب من دمه عشان الروح القدس يثبت فيا والمسيح يملاني جادح كويس تمام طب اخبار البيت ايه انا نتكلمش على العربية دلوقتي بس اكل العربية حتراتكم وكلكم ما فيه واحد فيكو عارف يجير كنيسة من غير العربية بس بيوصل الموبايل بالعربية لما يجي له تلفون عاستك ممنوع التيكت بتخافه من التيكت اكتر ما بتخافه من ربنا اخاف امسك التلفون لاخد تيكت فانا موصله بالعربية طب لما ما فيش حد بيرين الاقي واش حاصل او الاقي راديو او الاقي ايه هو ده انا نجدس العربية بايه بالكلام المجدس ونروح الجدس يجي بيتي بايه انا حاجز روح الجدس يجي من البيت يا ابونا اجيب ابونا اقول له تعالي ابونا صليلي في البيت ورشيلي مية في البيت وانا نقعد في البيت انشغل مزامير ونسمع كلمة ربنا احنا لما بنسمع كلمة ربنا ودنا بتتقدس تخيل بقى خد بالك من الكلام او اتفكر انه ده وقته بيضيع منك لا 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 ده ازنه تتقدس عشان دي اول استقبال لكلمة الله وبعدين الكلمة طبعا بتدخل في النغشيش من جوه وتوصل للجلب بتنجيه على حسب استقبال وداتها المفتوحة على حسب استقبالي بس اولها ايه اهل ودني ايه بتتقدس امتلق الجميع من الروح القدس لما السيدة المسيح دخل بيت زكريا رح فين ربنا تاني يقول دخل حتة بيت وعنده غروب الشمس هو دخل البيت كان في المجمع بيعلم دخل بيت ودي حطة فاني بس صغيرة اقول لكم عليها يعني عشان ما بقاش كله الكلام ايه زي ضرب الرصاص حطة فاني ونرجع تاني للرصاص ما تجلقوش بس حطة فاني يعني ايه السيدة المسيح دخل بيت فلجا الراجل واقف ايه بقى ايوه فجاله ايه جاله هتموت جاله انت يا ابني جاله ايوه جاله مالك جاله هتموت جاله دي ايه اللي هتموت دي جالها المرض الوحش وهتموت قال له ايه ده طب هي هتموت المفروض انت تبقى متدايق قال له ايوة انا متدايق بس اقول لك ايه باجة ده جالها المرض الواش وسخنة ومرمية عصرين بالها كزا يوم وهتموت قال له ايه ده انت بتقولها تموت وبتقول متدايق هي مين دي يا ابن اللي هتموت قال له حماتي حماتي هتموت قال له ليه قال له عشان جالها حمى شديدة قال له هي جالها حمى شديدة طيب استنى واسع وجرح المسيح وقف فوق منها وزجر أو انتهر الحمى شوف المسيح بقى يا حبايا طبعا تركتها وقامت وخدمتهم بص بقى على حال البيت بتاع بطرس لما سيد المسيح دخلوا قبل المسيح ما يحط رجله جوه البيت مرض شديد مرمية على سرير الناس يخدموا عليها اللي يعملها كمدات واللي يجيب لها حبة مية واللي يدور لها على طبيب كانوا يقولوا طبيب مش دكتور دلوقت كانوا يدوروا على طبيب وفي حزن وكآبة احتمال تموت والموت ده عدو ميخلينا مش طيجين حتى نشرب شوية مية ميديجين عشان الموت اللي جاي للست دي ده امتى؟ والمسيح بره طب اول ما سيد المسيح له المدل يدوبك حط رجله كده انتهر الحمى والكتاب ما وضحش انتهر الحمى دي ازاي يعني زعج مع الحمى مثلا يعني ايه انتهر الحمى دي زعج لها يعني يعني عسك اللي انتهر ده يعني زعج ايه 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 اللي جاي بك انت للست الغلبانة دي يلا امشي انتهرها مش جالها معلش يا حمى بعد اذنك يطلع يا برا ما عملهاش كده ده انتهرها انشي مشت الحمى السدج المفروض لما واحد مننا يبقى بعد الشر عليكو يعني يبقى سخن فالجسم ايه بيتدغدغ وتلاقي العينين مجورت والدموع تم للعين والتعب طب هو اول ما سخونه بتروح يجوم يخدم على الناس ولا يجبوله حتة من الفرخة كده في شوية شربة قال ايه اكل العينين ده ويأكل كوسة مسلوجة باجا وايه يأكل عشان هو عيان باجا ده جالك ايه قامت وصارت تخدمهم يبقى المسيح بدل الحزن وفرح بدل الخبا التجيلة بتاعت الجعدة والنومة ما احنا نايمين بجلنا سنين انت تفكر لما ما تنزلش الخدمة وما تخدمش تفكر نفسك عايش سدق لا سدقني لا ليه يبقونا انا الدليل الكتابي انا مالي انا مش كلامي لك اسم انك حي وانت انا نقضي الكلام على حالي في كل يوم يعد علي من غير خدمة لانه طول ما انا راجد عايز اللي يخدم علي لكن اقوم واعمل ايه واخدم عم ناس واشوف اللي ريح الناس وطلبات الناس واحتياجات الناس واهم حاجة للناس ان ااخد المسيح اروح به للناس دي اهم حاجة ايه الاحتياج الرئيسي للناس المسيح كلنا اللي محتاجين للمسيح بسا كل فلوس ما عملت لناش سعادة كنا قاعدين في ايجار اول مجينة من 19 سنة يا ابونا ودلوقت بقى عندنا بيت طب ايه السعادة امرأتي منكد علي ايه ده ما فيش سعادة مع البيت يعني والنكد لسه موجود ايه موجود الناكد عشان السعادة ما جدتش بالفلوس ما فيش فرح يدب في قلب اي عيلة في قلب اي بيت من غير وجود المسيح وفيه منشط رئيسي المنشط ده زي في الجرائد لو عندك او انا ما عارفش عندك الجرائد عندنا في مصر بيعملوا منشط كده بخط سوى كبير وتحتها كلام بخط صغير المنشط الرئيسي بيقول ايه غياب المسيح وجود الشيطان انا نفسي تطلع بالكلمة دي بس يسيبك من كلام الوعزة كله يا عم بس انت اخد المنشط ده كده حطه ده معينك غياب المسيح وجود الشيطان على طول كده البيت اللي يغيب منه المسيح يجي الشيطان يا ريس يعرض بضاعته يعرض البطاعة بضاعت ايه يجيب تلفون كبير من التلفونات الكبيرة اللي عندكم يديها للوضع الصغير اللي لسه تلات اربع سنين يجلب ويلعب ويعمل وابتاع وانت طبعا على قلبك زي العسل تقول اهو ايه نزل من على وده انا مريح مدام يقعد يزن وهيس ويزيط اهو قاعد مع اللابتوب الايباد اللي في ايده انت يكون نفسك تنقلهله كمان على الشاشة على كبيرة عشان يتفرد براحته ده الشيطان عاوز يتوجد في البيوت عايز ينكد علينا يقول لك ايه واخد ويبطعوا الكنايس راحين جايين ومتخصمين مع بعضيهم بلا كنيسة بلا بسيسة يا راجل ده احنا احسن من ناس كتير شايفين نفسنا كويسين واحنا اشروا الخطاه دي حاجة صعبة خالص لا تاري سكة القداسة عايزة جهاد وعايزة تعب عشان يجي المسيح البيت المسيح قدوس فعايز في البيت قداسة رحت فين يا رب يقول دخلت بيت حمات سمعان ولما كان عندها حمى شهديدة انتهر الحمى عملت حاجة تانية يا رب ولكده تبسطت وخلصت تمشي بقى تشوف لك حتى تسند رأسك فيها ما انتملكش اينا تسند رأسك رايح فين يقول لا لسه بادريك لانا عندي لسه شغل ايه رب شغلك يقول وعنده قروب الشمس كان كل الذين عندهم مرض بقى مرض كثيرة بص بقى الله خليك راجع لك اربعة بالراحة تعمل ايه يا رب تعمل ايه مع ناس عندها امراض كثيرة وجيلك امم من الناس لو انا جاعد في الحدث دا كده هو بشوف ربنا اتوقع بقى اقول ايه اكيد ربنا هيعمل ايه اكيد هيرفع عيده ويقول لهم ايه اشفوا كلكم وامدوا بسلام فيمشوا خلاص ارتاح ربنا لا ما عملش كده ما دورش على راحته بالرغم ان قوة الكلمة بتاعته كن فيكون بقوة الكلمة ولكن اقول لك ايه وضع رأسه وضع يده على كل واحد منهم فشوف ايه يا رب دي الناس كثيرة يقول انا اروح على كل رأس واحد كده هو اقول يا رب ايه 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 فيه عالج سامح ايه ايه رب ايه بتعمل ايه يقول ماشي على رأس كل واحد احطي ايدي فاكرين يا ايروس لما بيته كانت عيانة دي قال له ايه قال له يا رب لا اذا مش بتاع قائد الماء التاني ده لا دا دا قال له ايه تعال اضع يدك عليها اصلا هو مؤمن مليان بالايمان انه المسيح لما يحط ايده على حد عيان لازم يشفى كفاية يقول كلمة يحط ايده كفاية عشان كده خلي بالك فاكرين لما كنا في كورونا و كنا قال ايه ابونا عاوزي اعترف في التليفون عشان احكي لك بقى على الموضوع الفلاني ابونا في التليفون طب انا نحط ايدي على راسك ازاي يا غالية و اقول لك ربنا بيقول لك مغفورة الخطايا ها مغفورة الخطايا ايو انا اخدت منه غفران و كبت عليك و انا جايب من جيبي هو بيانعم على الذين يعملون في الكهنوت كل زمان في الكنيسة المقدسة ان يغفروا خطايا على الارض ازاي بوضع اليد طب انا اعمل لك ازاي في التليفون دي اعمل لك ازاي في التليفون زي العجب هنا في الكنيسة دي انا جيت شفت على ايديكم العجب امام الله صدق اقول ايدي هي الناس اللي هي موجودة عددها قلائل يقولوا لا دنبارح مش عارف كم فيه كم الف واحد متابعين الوعزة على البس المباشر هقول له بس مباشر يعني انا يا ابونا جايبني فيزيكا لقدامكم على بعضي وبيتفرج علي تلاتة سمتي في تلاتة سمتي طب ليه طيب مانا جنبي منه هون كميسة هيا ما ييجي طيب يا جلك لما بيتفرج عليك في التليفون ايه هو دي راحت طعم الحاجة الحلوة سدقني راحت النهاردة عيد الام كل سنة وكل ام طيبة قدي ايه بقى لما البيه يا رب ننعم عليه ويفهم ويجيب حط الطرطة كده ولا بتاع ويجيب شمعاي ويقول له يا حبيبتي انتي يعني انتي امي وانتي هدية اه ايه يجيب طرطايا عشان يأكل منها ويجيب لها هدية يجيب لها هدية قدم لها هدية ويقول له يعني انتي احلى امه وانتي اجمل امه ويقدم يتملي البيت بالفرح المسيح قدم لينا اعلى عطية في جسد ودمه انت بقى تقدر تقول لالام اللي عندك في البيت اللي هي المدام كانت ولا مامتك تقدر تقول لها حياتي بتحتك الهدية اصلك بفلوس والفلوس ارخص حاجة ارخص حاجة الفلوس لكن تقدر تقول لها انا ملكك سلمت نفسي بين يديك تقدر تقول كده في عيدها استكداع عيدها ربنا ينعم عليك ان شاء الله بعد مئة سنة يعملو لك عيد ويعملوا عيد الاب وتيجي تجيب لك هي الهدية وتقول لك انا ملكك عملو حتى دي عملتوها الله يبرك لكم دي حاجة كويسة اه الشاطر يقدم لمراته المسيح تعرف تقدم المسيح لمراتك يا بيه في عيد الام تاخد المسيح كده تقدمه الماما تعرف تعمل كده تقول له يا امي اللي متضايق ان انا متعارك مع اخويا انا النهاردة جاي يقدم لك المسيح اللي سامحني على عود الصليب انا باعلن الان اني مسامح اخويا يلا جلبك يزغط ويفرح حصل صلح ما بيني وبين ابنك اللي هو اخويا بتقدم لها المسيح تقدم لها عطية الواحد غلبان يا اخ الكنيسة بتعمل مبنى انا عايز ااخد بركة المراوح انا ابونا هدفع فلوس التكيفات ليه ده من خير امي علي في عيد امي عايز ااخد بركة حاجة يا اخ المسيح لما يدخل البيت يتغير حال البيت ويتميل البيت بايه بالبركة قال لابونا ابراهيم وباركك على فكرة اي حد ينفع اقول له الله يباركك قلت لي صليلي يا ابونا اقول لك يا حبيبتي الله يباركك بس خلاص طيب ربنا نباركنا كلنا الله يباركك الله يباركك باستمرار الله يباركك بس مين فينا الله يباركه ويصيره بركة زي ما عمل معبونا ابراهيم قال له كده اباركك تمام واصيرك بركة فيقول له ايه يقول له العيلة بتاعت المستشار فلان ديه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة